السلام عليكم ابناء طالبات وطلبات الصف الثانية السنوية اهلا بكم النهاردة ان شاء الله معادنا مع تكملة للي احنا كنا بدأتنا في شابتر 2 طبعا فيه ناس كتيرة جدا بتقولي مستر هنعمل ايه خلال المرحلة الجاية انا افضل ان هاراك تشتغل بنفس السيستم اللي انت كنت تشغل به يعني فضل من عند ربنا احنا ماشيين كويس ماشيين اجزاء طبعا يمكن ببطء شوية لكن بتمكن اكتر وهو ده المطلوب من حضرتك قدر الامكان احنا النهاردة ان شاء الله نخلص معظم الشابتر بتاع شابتر 2 وبإذن الله ان شاء الله كده المرة الجاية هتبقى اخر مرة شرح وهنبتدي نحل مع بعض مجموعة افكار كتيرة جدا فضل من عند ربنا احنا ماشيين بسيستم انا شخصيا راضي عنه قدر الامكان اذا حركتها بعتني كويس فبإذن الله ان شاء الله الدنيا هتبقى سهلة بس ارجوك بعد اذنك الناس اللي تخيلت ان هي خدت الاجازة هتخسر كتير جدا لو اقفت الشغل بتاعها هتخسر كتير جدا لو اقفت التدريبات والمذاكرة بتاعتها لان طبعا العملية عملية تراكمية والامتحان متلغاش هو مجرد ان هو تأجل بس فترة كده شوية حفاظا على صحة حركة وعلى صحة المجتمع كله بإذن الله ان شاء الله فلو سمحت مستقبلك انت قدر واحد به قدر الامكان احنا بنحاول نقدم لك طرق تساعدك لكن العمل الاساسي والرئيسي بعد ربنا سوعة تعالى هو اقتناعك انت وقدراتك انت والطريقة اللي حراكة تمشي بها علىبركة الاملagement يدى عندنا أولاد خلينا نبدأ احنا احنا نهينا Billy الحلقadia اللي فاتت كنا بنقش الميتاليك والنام MARTIN ويمكن كنا نهينا عندنا اولاد لو حراك فيكر و انا بتكلم على الميتاليك والنام montale كنت أدتلغ حراكي الفرق ما بين الميتال والنام متال وخليني كده انهي الحراكة الجوزئية بال leurhibition او التريند للميتاليك والنام ‫ favour البريد وفي الجروب. واتدي لك برضو ازاي نتعرف على المتال والنمتال من الكونفيجريشن الجديد. طيب هتعامل ازاي? مبدئيا لو فاكر حركة كانت البريدة عندنا بتبدأ بالليثيوم. انا بتكلم على البريدة التانية. بتنتهي بالفلورين. لو فاكر حركة كنا بنقول ان الليثيوم ده هو متال. والفلورين هو ننمتال. طبعا انا بعرف من البروبرتز بتاعت المتال والنمتال اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. واعلمك دلوقتي برضو عندنا يا اولاد طريقة ان شاء الله تقدر تحدد المتال بالنمتال عن طريق الكونفيجريشن الجديد. اللي هراك شايفوا دلوقتي يا اولاد احنا بنتحرك من متال لنمتال. يعني ايه? يعني وانا بتحرك في البريد. خد بالك. المتاليك بيحصل لها من غير ما هراك تحفظ او حتى تبص في الكتاب. لو بصت لكده على اللي موجود قدامك. احنا انا بدقين عندنا بمتال اللي هو الليثيوم. جرادولي المتاليك بروبرتز ابتدت تقل لغاية ما ظهر عندنا في نهاية البريد. النمتال اللي هو عندنا الفلورين. يبقى اعتقد وانا متطمن. ان زا سين بيريوت فروم ليفتو تورايت. اقدر اقول له حدودك ان المتاليك بروبرتز بيحصل لها دي كريز. يعني انا بابدأ بمتال قوي. قوة المتال تبتدي جرادولي تقل. وبعدين في نهاية البريد النمتال عندنا يبقى اقوى ما يمكن. طب وانا هنقش عندنا الجروب الاولانية اللي بتبدأ بليثيوم اللي هو ليثيوم ده متال او اقوى متال في البريد التانية. هنهي كده عندنا الجروب الاولانية بالسيزيوم اللي هو تحتيل فرانسيوم. لو بتكلم عندنا مستر على ليثيوم وسيزيوم مليون في المية هم الاثنين او هم الالمنس اللي في نفس الجروب دي في الجروب الاولانية اللي هي الالكالي متالز لو حراك فاكر كلها متالز. مستر يعني ايه كلها متالز. او لو حراك لو فاكر كانت الالمنس نفس الكميكال بروبرتز يعني الالامنس دي كلها كلها البيهيفير الكامستري اتنعها واحد الليثيام متل والسيزيام متل اوضح او متل اقوى طيب انا هعرف منين يا ولاد اقول احرك ببساطة شديدة جدا المرة اللي فاتت كنا بنقول ما يميز المتل كاتومي كريديس اي متل بالمقارنة بالنمتل عنده ااتومي كريديس لارج ما يميز المتل كريديس هو اللارج ريديس الليثيام والسيزيام من يمتلك كريديس largest أو larger than توليسة الحركة السيزيوم الريديس بتاعته larger than الليثيوم يبقى أكيد السيزيوم أذا مثل لما نقرنه عندنا بالليثيوم السيزيوم أذا مثل لما نقرنه عندنا بالليثيوم أكيد السيزيوم عندنا أولاد كمتاليك بروبرتز أوضح يبقى طبيعي جدا أقدر أقول له حريطك أن المتاليك بروبرتز in the same group from up to down بيحصل لها increase يعني أنا ببدأ عندنا بمثل بنهي عندنا بمثل القوة بتاعته أعلى شوية يعني يا مستر حركة تقدر تقول لنا أن المتاليك ماشي مع الأتوم كريديس سأقول لك تمام لو أنت حابب تسمع الجملة دي أنا ما عنديش فيها أزمة كمان مرة يبقى المتاليك بروبرتز للألمنس in the same period gradual يبتقل والمتاليك بروبرتز للألمنس in the same group gradual يبتزيد طب معلش يا مستر أنا هتكلم عندنا برضو على الهالوجين اللي الألمنس بتاعت الجروب 7A هالوجين أو الألمنس بتاعت الجروب 7A في عنده حراك فلورين في كولورين في برومين في آيودين دي ألمنس كلها non-metals طب هل كلها non-metals في نفس القوة هل كلها non-metals في نفس درجة الوضوح طيب هو أي ميزة non-metals تونيستر حارتك ميزة non-metals نوع عنده atomic radius small خد بالك عشان معلومات متركمة على بعض إذا حضرتك فهمتها بوضوحة بالدنيا متاحة تاني ما يميز non-metals أنه عنده atomic radius small طب يا مستر حراك أنا عندي الفلورين وعندي الكولورين وعندي البرومين وعندي الغيودين كلهم non-metals بس الفلورين ريديس بتاعته small الكلورين ريديس بتاعته أكبر شوية البرومين أكبر شوية الايودين أكبر شوية إذن كل دي عندنا هي non-metals كل الجروب بتاعت ال7 ايه هي non-metals بس أوضح non-metals عندنا هو مين يا شباب هو الفلورين يبقى معنى كده أن non-metallic properties للايمنس in the same group gradually بتقل تاني النون-metallic properties للايمنس in the same group gradually بتقل طب معلش بقى مستر محمد فين في الرسمة اللي قدام حارضك strongest metal قولك strongest metal located left down اللي هو سيزيام تفين strongest non-metal right up اللي هو الفلورين طب للمرة الأخيرة عندنا ولاد طبيعي جدا وأنا بتكلم على trend أو بتكلم على graduation بتاعت المتاليك بروبرتز اللي الالمنس in the same period المتاليك بروبرتز بيحصلها gradually decrease من غير ما نناقش بقى طالما المتاليك بروبرتز بيحصلها gradually decrease يعني أنا ببدأ عندنا بمتال وبنهي عندنا بnon-metal يبقى اعتقد ممكن بمنتهى البساطة أولا حارضك أكيد non-metalic بروبرتز للألمنس in the same period بيحصلها gradually increase طبيعي جدا عندنا مستر المتاليك بروبرتز عكس non-metalic بروبرتز يبقى طالما المتاليك بروبرتز عندنا gradually بتقل يبقى non-metalic بروبرتز gradually increase نفس القصة المتاليك بروبرتز في الجروب gradually increase يبقى non-metalic بروبرتز في الجروب gradually decrease طب معلش مستر بقى ده هاي لأخبطك لو حضرتك قررت تتداخل الإكسبريشنز مع بعض لكن أنا شخصيا أفضل تبقى الإلمانس موجودة قدامك وده متاح تاني ما يميز المثال هو أتومي كريديس لارج والنمثال هو أتومي كريديس سمون طب ما نبدأ عندنا بالليثيوم في البريد التانية عنده لارجست ريديس في البريد التانية وبنيها عندنا بالفلين عنده سمولست ريديس في البريد التانية يبقى المثال الكاركتر بتاعة الليثيوم واضحة جدا والنمثال الكاركتر بتاعة الفلرين واضحة جدا يبقى لو أنا بتحرك عندنا من الليثيوم للفلرين المثاليك بروبرتز جراد والدكريز والنمثاليك بروبرتز جراد والإنكريز أعتقد ده الكلام المهم اللي حرك مفروض تسمعه طيب حضرتك يا مستر قلت لنا أنا ممكن أتعرف على المثاليك بروبرتز أو على النمثاليك بروبرتز لو بصيت عندنا للجرادويشن للألمانس إنزا سيم بيريد أو إنزا سيم جروب طيب حضرتك تقدر تقارن؟ أقدر أقارن؟ طيب عايز أتعرف يا أولاد هو الإلمانت عندنا هيبقى مثال ولا أنا مثال من الكونفجريشن ومش عايز أعمل كونفجريشن قديم لأن الكونفجريشن القديم له قواعد محددة نقدر نطبقها لغاية الإلمانت للأتوميك نمبر بتاعته 20 بعد 20 والأتوميك نمبر لو زاد عن 20 وطلع عندنا 21 فما فوق هيبقى في عندك لغبطة في الكونفجريشن القديم في ناس كتيرة جدا بتقول يا مستر أنا أفضل أشتغل بالسيستم القديم اللي هو الأوتر شيل عنده لزن هاف كباستي يعني متل مور زن هاف كباستي يعني نام متل قال له حراك والله دي بقى قصتك الشخصية أنا شخصيا أفضل طالما عندي أداء أفضل وطالما عندي إمكانيات هقدر أستخدمها على الكل فيفضل نستخدم الإمكانيات المتاحة كلها إن شاء الله يعني إيه؟ يعني الكونفجريشن القديم عشان حراك تعمله متاح بس لغاية ألمنت أتوميك نمبر بتاعته 20 بعد ما الأتوميك نمبر يزيد عن 20 هتبع عندك أزمة كبيرة شوية فالأفضل بدل ما نعمل قواعد خاصة ونتطر نعمل حاجات ممكن تلاغبطنا طب ما نتعامل بالبيلدينج أب بصي كده معي أولاد وأنا بتكلم عندنا على النوم متل أقدر عرفه إزاي من الكونفجريشن الجديد دي حاجة مهمة جدا وهقارن دايما كده ما بينها يا أولاد مع المتل إزاي برضو أقدر أتعرف عليه من الكونفجريشن الجديد دي أهم حاجة بالنسبة لي يعني في الجزئة دي عندنا أولاد دي جزء مهم جدا 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 بالنسبة لحضرتك على أساس فيه سؤال مركب اللي أنت تعرف إزاي كان الالمنت ده هو المتل أو نوم متل ما أبدأ أيا النوم متل يا أولاد النوم متل أنا عندي الهايدوجين اللي هي 1S carry 1 النوم متل أنا عندي أي إليمنت أخره سابليفل بي وعنده عدد إلكترون من 2 ل5 النوم متل ده حالة النوم متل الوحيدة اللي عندها سابليفل S وفيه 1 إلكترون فده نحطه كده على جنب يعني الهايدوجين من غير نقاش هو نوم متل طب ما عليش يا مستر بقى الحاجة الغريبة اللي أنت كتبها دي اللي هي NB من 2 ل5 أقول لك جرب جرب إيه يا أولاد تقول لي حركة مستر مثلا لو حركة تديلنا نايتوجين لو حركة تديلنا أكسوجين لو حركة تديلنا فولورين عايز أتعرف إذا كان هو متل ولا أنا متل أقول له حركة لو أنا عملت إلكترونيك كونفيجريشن دي 1S carry 2 ودي 2S carry 2 طبعا ده البلدينج أب ودي 2B carry 3 القاعدة بتقول إيه تقول لي مستر والله لو آخر سابليفل في الكونفيجريشن هو سابليفل بي عنده 2 أو 3 أو 4 أو 5 يعني ده ضمن الرول بتاعتنا في الحالات دي لو طلع آخر سابليفل بي عنده 2 أو 3 أو 4 أو 5 هيتصنف مين يا شباب نان متل طب مستر إما أنا كنت ممكن أعمله بالطريقة الأديمة أقول لك براحتك بس هنا الكلام هيساعدك لأن الأتوميك نامبر عندنا 7 فالأتوميك نامبر صغير طب يا مستر حدودك لو أنا عملت إلكترونيك كونفيجريشن كده للأكسوجين أدي 1 إس كاري 2 وأدي 2 إس كاري 2 وأدي 2 بي كاري 4 هو برضو عندنا نان وفقا للرول بتاعتنا أي إلمنت تأخره سابليفل بي عنده 2 أو 3 أو 4 أو 5 هو نان نفس القصة الفلورين 2 بي كاري 5 طب يعني يا مستر حدودك دي حالات النان متل اللي هو الإلمنت اللي هو الهايدوجين ده من غير قواعد هو 1 إس كاري 1 هو عندنا هو نان متل أي إلمنت تاني أخره سابليفل بي عنده 2 أو 3 أو 4 أو 5 هو نان متل طب بالنسبة للمتل أولا حراك بالنسبة للمتل عندنا أولاد هو أي إلمنت أي إلمنت أخره سابليفل إس في 1 أو 2 خد بالك إكسبت أكيد إكسبت هايدوجين الهايدوجين ده وانا عندنا هو أخره سابليفل إس لكنه نان متل إكسبت نوبل جاز طبيعي جدا عندنا أنا عندي نوبل جاز واحد لو حراك فاكر اللي هو الهيليام هادي 1 إس كاري 2 طبعا ده نان متل ولا متل ده مستر ولا متل ولا نان متل يا مستر ده نوبل جاز يبنى يا مستر أي حد أي حد بخلاف الهايدوجين والهيليام أخره سابليفل إس عنده 1 أو 2 هصنفه متل جرب جرب إيه هجرب كده عندنا أولاد لو هد الحراكة عندنا إلمنت وليكن الكالسيوم أدي الكالسيوم 10-20 اعمل كده حراكة إلكترونيك كونفيجريشن أدي أرجون إيتين وأدي فور إس كاري 2 أخره سابليفل إس صح تقولي أه تمام هل هو هايدوجين أو هيليام تقولي لا طالما أخره سابليفل إس وما كانش هايدوجين ولا هيليام هيتصنف عندنا متل جرب تاني جرب كده عندنا أولاد لو مثلا هد الحراكة عندنا البوتاسيوم 19 أدي أرجون إيتين وأدي فور إس كاري 1 أخره سابليفل إس خلاص يا مستر طالما أخره سابليفل إس وما كانش هايدوجين ولا هيليام يبقى أكيد 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 عندنا هو متل هل دي بس حالة الميتل زي أقولك لأ بقيت الحالات التانية عندنا أولاد زي مين يعني لو عندك أخرك سابليفل بي عنده وان إلكترون زي إيه يا مستر أقولك زي الألومينوم وغيره طبعا أدي الألومينوم عبارة عن نيون تن وأدي ثري إس كاري 2 وأدي ثري بي كاري 1 أخرك سابليفل بي عندنا أولاد هتفكر هل السابليفل بي عندها 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 والله لو 2 أو 3 أو 4 أو 5 هو نون ولو كان سابليفل بي وان فقط يبدأ تبع الميتل إيه كمان يا مستر أقول لحرك برضو الميتلز اللي موجودة عندنا أولاد خد بالك أي حد أخره سابليفل زي أي حد أخره سابليفل إف دون النظر لعدد الإلكترونز اللي موجودة عندنا في الزي أو الإف كمان مرة يبقى زي ما انت شاف كده عندنا مستر احتمالات ظهور الميتل أكتر بكتير جدا من احتمالات ظهور النوم متل ده كلام مهم جدا جدا مبني عليه التركيبة بتاعة تكملة المعلومات بتاعة شابتر 2 يعني أنا مستر ممكن ببساطة شديدة جدا أقول له حدودك الميتل والنوم متل لو أنا عرفت إن ده هو النوم متل عن طريق الكونفجريشن الجديد لو آخر سابليفل في الكونفجريشن طلع سابليفل إن بي عنده 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو كان الإلمنت هو هيدوجين ده يتصنف نون أي حد بخلاف القواعد دي حصنفه مين يا شباب حصنفه متل لو مليكش رغبة تعرف التفاصيل دي فسيادتك ممكن تعرف النوم متل وأي حد بخلاف القاعدة بتاعة النوم متل يبقى أكيد حالته مين يا شباب حالته متل تاني طب يا مستر أنا هدي الحراكة مثلا إلمنت وليكن الأتوميك نمبر بتاعته كبيرة شوية لأن فيه ناس بتقول يا مستر إحنا الدنيا كده هنطر نعمل إلكترونيك كونفجريشن جديد والله برضو اختيارك القرار اللي انت بتاخده عشان تسهل على نفسك الإجابة ده بيبقى اختيارك انت وانت في الامتحان ولو تكرمت أنا بأكد عليك مرة واثنين وثلاثة خد الموضوع بتاع الامتحان بجدية خد الموضوع بتاع المذاكرة بجدية لأن الوضع يستاهل كل لحظة أو كل وقت حرك بتضيعه من غير ما تبزل فيه جهد أو تذاكر أو تكمل الكم المعرف اللي انت بدأته بيأثر عليك بيأثر عليك مش بالضرورة في الامتحان بتاع التيرم ولا بالضرورة في الامتحان بتاع تانية سنوي لأ بيأثر عليك في المحصلة بتاعة المرحلة السنوية كلها أنا في كل مرة بقولك نفس الكلام زمايلك في سنة تالتة سنوي بيعينوا لأنه مضيعوا فرص كتيرة جدا في أولى وتانية أرجو لنحرك ما تضيعهاش إن شاء الله بإذن الله خلينا نبص كده عندنا أولاد لو هدي لك المنت مثلا وليكن النيكل الاتوميك نمبر بتاعته 28 وعايز أعرف هزا كان متل ولا نام متل هل ينفع تقدر تتعرف هزا كان متل ولا نام متل من الكونفجريشن القديم بتقول لسه والله هزا الاتوميك نمبر عندنا 28 هتبدون يا صعبة شوي طيب أعمل إيه قلت لحارتك اعمل إلكترينيك كونفجريشن جديد أدي أرجون 18 وإدي عند حارتك 4S كاري 2 وأدي 3D كاري 8 طيب المستر قال له حراك إيه أي المنت أخره سبليفل دي ما تبصش لعدد الإلكترونز وانت متطمن عندنا مستر هذا الإلمنت يصنف متل طيب جرد تاني لو هد الحراك مثلا عندنا إلمنت البرومين الاتوميك نمبر بتاعته 35 هعمل الإلكترونيك كونفجريشن أدي أرجون 18 وأدي 4S كاري 2 وأدي 3D كاري 10 كده 30 وأدي 4B كاري 5 المستر قال أي إلمنت أخره سبليفل بي خد بالك السبليفل بي ده لو كان عدد الإلكترونز بتاعته سبليفل بي تحديدا عدد الإلكترونز بتاعته من 2 ل 5 حصنفه مين يا كاترة تقول لي نان متل يبقى إذن الدنيا إن شاء الله هتبقى متاحة إذن أنت عندك قواعد وعارف تستخدمها وتمشي عليها القواعد اللي أنا بمشي عليها عندنا أولاد النان متل احتمالاته أقل فقولت الحارضة إذن عرفت أنه هو نان متل يبقى أي احتمال غير احتمالات النان متل هيتصنف عندنا متل هو مش ده السؤال كتارجت في حد ذاته يعني مش التارجت بتاعي لا أنا عرف إذا كان متل ولا أنا متل لا في معلومة مركبة عليه ممكن نربط الكلام ده عندنا أولاد بشابطة 1 إزاي ممكن ندي الحراكة مثلا نقولك إيه أقولك أنا عندي إلمنت الأوطر إلكترون اللاست إلكترون في الكونفيجريشن إن بتاعته بثري إلي بتاعته بوان إم إلي بتاعته بتاعت آخر إلكترون يعني بوستف وان إم إس بتاعت آخر إلكترون بوستف واف يا ترى الإلمنت ده متل ولا نام متل ولا إيه بالزبط تلستر حركت دايما بتربط لتنين دول ببعض إن عيش كده الزاكرة بتاعت أسئلة شابطة 1 لو سمحت إن بثري إلي بوان يبنى بتكلم على مين يا أولاد تقولي بتتكلم على إلمنت أخره سبليفل 3B طب سبليفل B برسم كده وانا متطمن قديل 3 أوربيتال الأوربيتال اللي في النص ده وان زيره ده بوستف وان وده نيجي ديف وان طيب الإلكترون الأخير موجود فين تقولي الإلكترون الأخير موجود عندنا في السبليفل B في الأوربيتال اللي قيمة المجنيتك كونتم نمبر بتاعته بوستف وان يعني إلكترون أخير موجود هنا طب كلوك وايز ولا أنتي كلوك وايز تقولي مستر حراك ده كلوك وايز طب هل ممكن إلكترون يخش كده في الأوربيتال بوستف وان من غير ما يعدي إن دول الأول يكون فيهم سنجل إلكترون تقولي إلي يا مستر حراك لازم يكون هنا سنجل هنا سنجل وده الإلكترون الثالث سنجل إذن هذا الألمنت أخيره سبليفل 3B carry 3 بص معليك بقى للقاعدة اللي إحنا كتبينها لو الألمنت أخيره سبليفل B عنده من 2 ل5 إبقى وانا متطمن هيصنف هذا الألمنت مين يا شباب نون متل الله يعني ده سؤال مركب إذا حضرتك ربطت كده المعلومات بتاعت شابتر 1 بالجزء اللي حراك بتاخده في شابتر 2 هتلاقي الدنيا ماشية طبيعية عشان كده كنت دايما بقول لها حضرتك هو هنا القضية مش اللي إنت تجري يعني في ناس كتيرة جدا بتقولي مستر إحنا عايزين نجري بسرعة والله حراك هي قصة اللي إنت تجري في المنعج هيب على حساب الإيجادة كل جزء بتاخده بتتمكن منه بيضيف لك معلومة وبيدي لك إمكانية اللي إنت تفكر بطريقة معينة فاخد بالك هو إحنا بسهولة جديدة جدا ممكن نخلص الكلام ده في لمح البصل إن شاء الله ولكن هتبع على حساب الإيجادة وأنماط الأسئلة اللي حراك بتتعلمها وإن كان فيه شوية تكرارات وإن كان فيه شوية تكرار لنفس المعلومة ممكن داي يكون بياخد لنا وقت شوية ولكن لإن فيه ناس محتاجة تفهم بتفاصيل وتعرف بتفاصيل لإن القضية عندنا ولاد التارجد بتاعنا مش اللي إنت تعدي سنة تانية سنة وبس التارجد بتاعنا إن المعلومات اللي إنت تاخدها دي تستوعبها ودايما بقول لحضرتك تستوعبها بعمق عشان تقدر تستفيد منها في بقية المرحلة السنوية إن شاء الله طيب خلينا ناخد كده جزئية جديدة النهار ده كده إن شاء الله الجزئية دي أعتقد من أهم الجزئيات اللي موجودة عندها حراك لأنها مكملة معاك لمرحلة الثالثة سنوية الجزئية دي من ناقش فيها الأسيديك بس عشان تبقى متأسس صح فيها أو عشان تبقى متعلم كويس يعني أسيديك وبيزيك في معلومات مرت على حراك في مرحلة أول سنوي أو يمكن كمان في المرحلة الإعدادية تعالى كده نأكد عليها وبعدين نبدأ شغلنا إن شاء الله بصوا كده أولاد مادئيا أنا لازم أعرف يعني إيه بي إتش تونستر مرة عليها في أول سنوي المعلومات دي أو المعلومات دي مهمة جدا لحضرتك سواء دلوقتي أو في مرحلة الثالثة سنوي إن شاء الله البي إتش ده عندنا أولاد سكيلي اللي هو الهيدروجين إكسبوننت رنجد من زيرو لغاية فورتين تقول لي طب تمام بيعبر عن إيه البي إتش ده تونستر في سنة قولها سنوية كنت بتاخد إن هو بيدي لك الأسيديتي أو الألكلينتي بتاعت أي سيليوشن يعني إيه أولى حراك البي إتش لو كانت قيمته بسيفن إيه المعلومة تقول لي المعلومة إن السيليوشن ده هو النيوترال تب البي إتش عندنا لو زيرو لغاية أقل من سيفن أقول لي حراك ده معناه إن السيليوشن بتاعك أسيديك لو مور ذن سيفن لغاية فورتين ده معنا إن السيليوشن بتاعك بيزيك طب معلومة قولها سنوية كانت بتقول يعني إيه سيليوشن نيوترال أقول لك سيليوشن نيوترال يعني الكنسنتريشن بتاعت الإتش بوسطف قد الكنسنتريشن بتاعت الإتش نيجيتف زمالك في سنة ثالثة سنوية بيأخذوا نفس الكلام بنفس المعلومة بنفس الطريقة حتة دي مهمة جدا ومكملة مع حراك فأرجوك خد بالك منها تاني يا لو أنا عندي سيليوشن اللي بي إتش بتاعته بسيفن ده معناه إن الكنسنتريشن بتاعت الإتش بوسطف عند الإتش نيجيتف قد بعض طب لو السيليوشن اللي بي إتش بتاعته أقل من سيفن تقول لي أسيدك طب يعني إيه أسيدك أقول لك أسيدك يعني معناه إن الكنسنتريشن إتش بوسطف مور ذان الكنسنتريشن بتاعت الإتش نيجيتف تاني يعني السيليوشن عنده إتش بوسطف وعنده إتش نيجيتف ولكن البركت ده معناه كونسنتريشن ولكن الكنسنتريشن بتاعت الإتش بوسطف كمان مرة يبقى الاسكيل بتاع البي اتش اللي هو رنجد من زيرو لغاية فورتين مش مجرد انه هو بيقول لك نوع السليوشن بس ده بيخليك تتوقع وتقدر تقارن ما بين الاسيدي والالكالينتي او الاسيدي والبيزيدي بتاعت السليوشن يعني ايه يعني لو السليوشن عندنا البي اتش بتاعته لس زين سيفن كلهم اسد بس قال يا ترى هما كلهم اسد بنفس السترينث تقول يعني ايه اقول له حدودك يعني لو انا بتحرك عندنا من زيرو لغاية سيفن واضح انه انا بتحرك في اتجاه النيوترال يعني هي بتحرك في اتجاه النيوترال يعني الكنسنتريشن بتاعت اله بسطي عملت L والكنسنتريشن بتاعت اله نيجيتب عملت زيد لغاية ما نوصل انه هم اصبحوا ايكول لب kayкая في الحلقة دي الاسديك بيحصلوها دي كريز تاني يلون اهد الحركة مثلا سليوشن البي اتش بتاعته ب1 سليوشن البي اتش بتاعته ب5 هما الاتنين اسد او هما الاتنين يا ترى مين اللي عنده acidity strength اقوى ده اللي حركة مستر ال 1 ده ال acidity strength بتاعته اقوى طب يعنيه ال acidity strength بتاعته اقوى يعني يا مستر ال concentration بتاعت ال H بوسطف بتاعته اعلى بكتير من ال H negative طب ال pH ب 5 هو acid برضو بس strength بتاعته بالمقارنة بال 1 اقل شوي طيب على العكس بقى وانا بتكلم على ال basic اللي هي اي قيمة رقمية لل pH بعد 7 لغاية 14 هو basic في الاتجاهنا عندنا مستر ال basic بيحصل لها increase طب يعني ايه basic اقول لحركة basic يعني انا بقارن ما بين ال concentration بتاعت ال H negative اللي موجودة في solution وال H positive اللي موجودة في solution ال H negative اكتر كconcentration طب معلش يا مستر يعني لو حركة تديلنا اتنين solution ال pH بتاعته 10 وال pH بتاعته 12 هما الاتنين بيز لكن مين عنده basic properties اقوى شوية طب الهركة مستر وانا بتحرك عندنا من ال 7 لل 14 انا عمله زود في ال H negative concentration يعني ال basic properties عندنا بتزيد يبقى كل ما زادت ال pH وقربت من ال 14 كل ما ال basic properties بتزيد دي حاجة مهمة جدا لحارتك يبقى بمساعدة ربنا سواء تعالى ثم ال value بتاعت ال pH اقدر اقدر اقيم اذا كانت ال strength بتاعت ال acidity وال alkalinity مين اقوى ومين اضعف طب معلش يا مستر محمد هو الزيرو دا معنى ايه دي بقى لحضرتك الزيرو دا معنى ان solution بتاعنا عنده H positive only كل الكلام اللي احنا بنقوله دا ما وجود عندك في قولة سنوي بس انت في احتياج شديد لي فاخد بالك طب ال pH عندنا لو ب 14 اقول لك دا معنى ان solution عنده OH negative only يعني اي solution ال pH بتاعته ب zero دا ال acidity strength في السماء اقوى ما يمكن اي solution ال pH بتاعته 14 دا البزيجة strength بتاعته اقوى ما يمكن تاني اي قيمة بعيدة عن الزيرو وال 14 تعني تعني ان عندنا H positive عنده H negative واحد منهم اكتر من الثاني او الاتنين قد بعض ولكن ال pH zero دي تعني ان solution بتاعنا في H positive only في H positive only وهنا برضو ال pH عندنا 14 تعني ان solution بتاعنا عنده H negative only خد بالك في كتير مننا اولاد مش بيبقى مقتنع ان فيه solution ال pH بتاعته ب zero او solution ال pH بتاعته ب 14 لو ما كانش فيه solution ال pH بتاعته ب zero او 14 ما كانتش تحطت في ال scale دي معلومة مهمة يبقى معلومة ان اقدر اتعرف على نوعية solution وال strength بتاعت ال acidity او ال alkalinity بتاعت solution بمعلومة ال pH دي حاجة مهمة لحضرتك دي اول معلومة لازم اكون اعرف اه يعني حراك دلوقتي يا مستر عرفت يعني acidity strength وبزيجة strength وازاي تجيبها من ال pH ال pH value وكان عندك جهاز في قولة سنوي اسمه pH meter لو حراك فاكر طب مستر طب ما احنا بمنتهى البساطة ممكن نستخدم لتمس او اي indicator اقول لك اه تمام ال indicator او اللتمس هيحدد لك نوع solution دلوقتي انا عندي 3 acid وال3 acid دول مختلفين في ال strength في حد فيهم اقوى من التاني او حد فيهم ابعف وحد فيهم مودوريت اللتمس هيديلك لون واحد ولكن ال pH meter هتدي الحراكة عندنا 3 ارقام ال pH meter الجهاز هيطلع لك 3 ارقام كل رقم يعبر عن acid strength كلهم اقل من 7 يبقى كلهم acid كل ما قربنا من الزيرو كل ما ال acid strength زادت كل ما بعيدنا عن الزيرو رايحين لل 7 كل ما ال acid strength ابتدت قيمة استخدام ال pH عن ال indicator طب يا مستر فيه برضو معلومات تاني حراك سبق ودرستها في قولة سنوي مهم جداً معلومات دي عشان تقدر تستوعب بعمق الشغل اللي هتشتغلوا عندنا في الجزء اللي هناخدها النهاردة ان شاء الله حضرتك درست يعني ايه acid كلمة acid بالنسبة لحضرتك تعني ايه طولي سر الله ينا في قولة سنوي خد ال acid كذا نوع خليني مثلاً هركز على نوعين بس في عندنا acid in organic او بنقول عليها mineral acids in organic او mineral وفي acids organic طب معلش يا مستر انا هستفيد ايه بالكلام ده قولك مهم جداً نمط السؤال تبقى فاهم المعلومات اللي بنقولها مش مجرد اللي انت هتبص في الكتاب وتعرف المعلومة بس اين اوريجانيك دي عندنا ولاد هضرب لك امثلة وانت حراك لو سمحت قولي ايه الرابط ما بينهم ADHCL ADHNO3 ADH 2SO4 مثلاً ADH 3PO4 طيب ايه الرابط ما بين كل الاسس دي تبقى لالله كلها فيها HB او كلها فيها هايدروجين سواء واحد هايدروجين او اكتر يعني الين اوريجانيك اللي هي mineral acid هي فيها بروتون ال H دا او ال HB اللي هيطلع لما نعمل dissolving flutter بنسميه بروتون طب والاوريجانيك هادي لك مثلاً اجزامبل ADHCOH دا اسمه formic وفي عندي CH3 COOH دا اسمه acetic وفي عندي COOH bond COH ايه دول يا مستر قولك بغض النظر عن الاسامي بتاعتهم عندنا ولاد ولكن كل دي acid the organic طب ايه الرابط بتاع الاسد الارجانيك في عندنا جروب اسمها كاربوكسايل COH جروب اسمها كاربوكسايل هنا جروب اسمها كاربوكسايل تقول لي مستر دول اتنين قولك مش فارق الين اورجانيك اسد عنده H او اكتر والاورجانيك اسد عنده كاربوكسايل او اكتر طيب كل دول اول ما بعملهم dissolving filter سواء كان الاسد اورجانيك او اين اورجانيك اللي هو المينيرال لازم هيطلع عندنا ولاد بروتون او اكتر الله يعني يا مستر حضرتك الين اورجانيك اسد والاورجانيك اسد اول ما يحصلهم dissolving filter هيطلع لك عندنا بروتون ويمكن حضرتك في التيرمي الجاية ان شاء الله هتعرف ان البروتون ده بنكتبه كده H3 أو بسطف اسمه هايدرونيوم او هايدروكسونيوم عشان بس لما تسمعه كده في التيرمي اللي جاي ان شاء الله بإذن الله تبقى الدنيا واضحة بالنسبالك انا بالنسبالي هكلم حركة على البروتون هو البروتون او الهيدريتد بروتون اللي هو الهايدرونيوم هما الاتنين بالنسبال لنا حاجة واحدة اذا يعني يا اسد سواء كان اين اورجانيك او اورجانيك تلسل والله الاسد اللي هو الارجانيك او الان اورجانيك لما بيحصلوا بيطلع عندنا بروتون ارمور يعني ده هتطلع بروتون ده هتطلع بروتون ده هتطلع تلاتة بروتون عدد البروتون زي هنا مش مؤسرة مع حركة في حاجة يمكن فيه نوعية او فيه كلاسيفاي اكثر دقة كمان من اللي انا بقولها بس احنا هنستقدم الحاجات اللي انا محتاج لها بس يعني يا مستر قولك يعني انا بالنسبالي كلمة اسد مهم جدا تبقى انت مقتنع ان الاسد ده سواء كان اورجانيك او مينرال لما بيحصلوا بيطلع وان بروتون ارمور طب تمام ايه كمان اي اسد في الدنيا عندنا ولاد سواء كان اورجانيك او مينرال ممكن اعمل رياجشن ما بين الاسد عند بيز او الكالي هيطلع عندنا سولت مع ووتر كمان مرة يعني يا مستر حراكة عايز تقول ان الاسد مينرال او اورجانيك نمبر وان لما يحصلها ده سولفنج في ووتر بيطلع بروتون ارمور قالك اه طب الاسد منرال او اورجانيك لما تعمل رياجشن مع البيز هتطلع سولت ووتر قالك اه دي مميزات الاسد كده تحطها على جنب يبا انت مبدئيا عرفت يعني ايه اسد سواء كان اورجانيك او منرال وعرفت تعرف تميز شكله ازاي المينرال الاسد بيبدأ ببروتون او بيبدأ بهايدوجين يعني ولما يحصله دي سولفنج في ووتر بيطلع بروتون او اثنين او ثلاثة او اكتر والاسد الارجانيك بتنتهي بجروب اسمها كربوكسايل ولكن هي تتطفق تتطفق مع الاسد المينرال لما يحصلها دي سولفنج في ووتر بتطلع بروتون او اثنين او اكتر على حسب عدد الكربوكسايل الجروب اللي موجودة ايه كمان الاسد بتعمل مع البيز وطلع لك سولفن ووتر طب مستر بالنسبة للبيز او الاكثر دقة الكل اقول لحركة عندنا ولاد حدي لك مثلا صوديوم هيدروكسايد صوديوم هيدروكسايد حدي لك بوتاسيوم هيدروكسايد تقول مستر يعني حارتك صوديوم هيدروكسايد بوتاسيوم هيدروكسايد ليثيوم هيدروكسايد ادي ليثيوم هيدروكسايد باريوم هيدروكسايد باريوم هيدروكسايد كل دول عندنا أولاد الرابط ما بينهم دولي هراكة مستر فيه عندنا OH واحدة أو أكتر ما يميز أي كيميكا الكمباند من دول حاجتين لما بعمله دي سولفينج في الوطر هيطلع OH نيجيتف أو مور إيه كمان ممكن أعمله نيوتراليزيشن مع أسد إلا هيطلع هيطلع على حدودك سولت مع وطر يعني يا مستر حراكة عايز تقول أن الالكالي أو البيز اللي حراكة تبهلنا ديا لما بيحصل لها دي سولنج في وطر بيطلع لك أولاك آه إيه كمان بيحصل لها نيوتراليزيشن مع الأسد بيطلع لك سولت وطر دي الباك جراوند اللي حراكة لازم تكون عارفها يبقى لازم تكون عارف يعني إيه أسد يعني بي إتش فاليو والبيز مميزاتها والأسد مميزاته وهكذا طيب معلش بقى مستر إيه بقى الجزء اللي هندرسه في الشابتر بتاعنا دا كتكملة أولا حرودك هتدرس بقى عندنا مستر بعض الكيميكا الكمبونز كده في البداية هي شكلا مش أسد ولكن لها بهيفير الأسد هي شكلا مش بيز ولكن لها بهيفير البيز يعني يا مستر عشان ما نطلق باطش يقولك بص كده معايا لو سمحت هتدي لك مثلا كيميكا الكمبوند وليكن كاربون دايكسايت هاي دي كاربون دايكسايت اللي هو سي أوتو هل تقدر تقولي السي أوتو ده أسد أو بيز طيب نستر وفقا لللي انت قلته لأ لأ ليه طيب نستر حراكة انت كنت بتقول ان الأسد بيطلع بروتون والبيز بيطلع ويتش لما يحصلها دي سولفينج في الوطر الأسد سواء منرال أو أورجانيك لازم يكون عنده في الأستراكشر بتاعته اتش والبيز لازم يكون عندها في الأستراكشر بتاعتها ويتش طيب يعني معنى كده مستر اندوان ولا أسد ولا بيز اقولك طب طمام بس بقول عليه اكسايد هل عندك اعتراض اندوان يطلق عليه اكسايد دي مستر هو يعني اكسايد اقولك اكسايد ده يعني dynamics عمل combine مع الاكسجن اي element عمل combine مع الاكسجن ابتدينا نجرب شوية حاجات كده على الكاربون دايكسايد. من ضمنها احنا خدنا الكاربون دايكسايد ده وعملنا له مع مين لحضرتك? توليستر لا ده اسد. انا متأكد ان ده هو ان اسد. اسد منرال او اسد ان اورجانيك. وجربنا حطينا مع ال او حطينا ال او مع الكاربون دايكسايد. ده بيز. ايه اللي حصل? توليستر حراكوا وانتوا بقى تجربوا وتيجوا توجعوا دماغنا. اقول لها حراك ما انت العالم او العلماء بيجربوا ويدو لك عندنا في النهاية النتيجة بتاعت التجربة بتاعتهم خالصة بصورة واضحة لحضرتك. كاربون دايكسايد ده كل اللي اقدر اقول عليه اوكسايد. تمام? هذا الاوكسايد حطينا له اسد صريح. ايه اللي حصل? تقول لي ولا حاجة. طب ما عليش يا مستر يعني ولا حاجة يعني. احنا ملنا يعني. اقول لها حراك اصبر شوي. لما حطينا مع الكاربون دايكسايد سوديام هادروكسايد طلع صوديام كاربونيت. اني اي تو سي و ثري ده صولت مع الوطر. طب عليش يا مستر ما يمكن عشان انت حاطة صوديام هادروكسايد هو ادى لك عندنا صولت ووطر. اقول لها. طب جرب بعد اذنك بيز تانية ولتكن كي ويتش. حيدي لك برضو صولت اللي هو بوتاسيوم كاربونيت مع الوطر. جرب اي بيز مع كاربون دايكسايد حيدي لك صولت ووطر. طب عليش يا حادثك. هو لما بحط بيز على كيميكا الكمبون ده يدي صولت ووطر. يبقى اكيد اكيد الكيميكا الكمبون ده هو عنده اكيد بهيفير الاسد. هو مش اسد. ولكن امكانياته انه هو بيراكت مع البيز تخلينا اقول له حراك انه هو عنده بهيفير الاسد. من هنا جيل اكسبريشن اسيدك اوكسايد. اكسايد. تاني. هو اكسايد. اه اكسايد لان اي حد مع اكسوشن هو اكسايد. طب هو اسيدك. اقول لك اسيدك لانه بيمتلك بهيفير الاسد. من اللي قال انه هو عنده بهيفير الاسد. اقول لحراك عمل مع البيز. اذا اسد. وطلع لك صولت ووطر. اذا اكسبريشن اسيدك اكسايد. ايه معناه. تقول مستر والله هو عبارة عن اكسايد. رياكت ويذ بيز اذا اسد. فورمينج سولت اندوطر. هل عنده امكاني عمل اكشن مع الاسد. اقول لله مستر حراك ده اسد صريح. وده كومبوند يمتلك بهيفير الاسد. فما فيش رياكشن. طب معلش مستر ما يمكن بالصدفة على سي او تو. طب ما تجرب اي حد تاني كده. اقول لك اسيدك هنجرب اسو او تو. هنجرب بي تو او فايف. هنجرب ان او تو. لو عملت نفس الكلام على الاكسايدز دي وغيرها كتير. هلاحظ ان هي ما تعملش رياكشن مع الاسد. لكن بتعمل رياكشن مع اي بيز او تدي سولت ووطر. فاطلق عليها اسيدك اكسايد. طب تمام معلش بقى مستر. وانا حراك لما يجيني اكسايد من دول وعايز اعرف اذا كان هو اسيدك اكسايد ولا لا. هل هعمل الكلام ده في اللاب. اقول لك يا سلام يكون افضل طبعا. طب بس انا يا مستر مش هعمل الكلام ده في اللاب. اقول لك طب ما تعمل بقى كونفيجريشن. انا هعمل كونفيجريشن للكاربون. اللي هو الاتوميك نمبر بتاعته سيكس. لو عملت الكترونيك كونفيجريشن للكاربون. هيطلع وان اس كاري تو. ادي تو اس كاري تو. و ادي تو بي كاري تو. هعمل الكترونيك كونفيجريشن النيترجن ادي 1s carry 2 ادي 2s carry 2 و ادي 2b carry 3 هعمل الالكترونيك configuration للفوسفرس اللي هو 15 تلحرك مستر ادي نيون 10 و ادي 3s carry 2 و ادي 3b carry 3 هعمل الالكترونيك configuration للسلفر اللي هو 16 هيطلع ادي نيون 10 و ادي 3s carry 2 و ادي 3b carry 4 هو حركة يعني مبسوط بالconfiguration اقول له حركة لو سمحت كده تقدر تقول لي الكربون ده نوعه ايه متال ولا نان تقدر تقول لي السلفر تقدر تقول لي الفوسفرس تقدر تقول لي النيترجن الكربون نان السلفر نان الفوسفرس نان و كذلك النيترجن يبقى الرابط ما بين كل الاكسايدز دي اللي احنا بنقول عليها اسيدك اكسايد هي عبارة عن ايه تقول لي السفر هي نان متالك اكسايد اه يبقى هنا كانت قيمة اللي انا قلت لحريطك تعرف منين اذا كان ده متال ولا نان متال هنا عشان السؤال ده يعني اي السؤال ده اقول لحركة انا هدي لك element اي element يجي على مزاجي و ادي لك الاتوميك number بتاعته و اقول لك يا ترى الالم انت ده الاكسايد بتاعه بيراكت مع الاسد ولا بيراكت مع البيز تقول لي مستر طب انا هعرف منين او الله هراكت ما انت لو عرفت انه هو non metallic oxide كل non metallic oxide اللي انا عرفها هي acetic oxide طب يعني ايه acetic oxide تقول لي acetic oxide يا مستر يعني هي عندها behavior الاسد مع البيز ايه behavior الاسد مع البيز دي يعني بتقدر تعمل اكشن مع البيز اذا اسد وتدي لك سلطوطر هل عندها behavior او عندها سوري امكانية اللي هي ترقاكت مع الاسد اقول لك لا هي فقط عندها behavior الاسد مع البيز تاني الرابط ما بين كل الاكسايد اللي انا كاتبها دي كل element جوه الاكسايد سواء sulfur او فوسفرس او نايتوجين او كاربون هو non اذا ما يميز الاسد لو انا عايز اتعرف عليها من غير الرياكشن واللاب والاخره هقول لحراك هي عبارة عن non metallic non metallic oxide تاني يبقى لو انا اديت لحراك element وطلع هذا element non metal من الconfiguration يبقى انتم اتطمن عندنا ولاد هتقول لي هو acetic oxide طب يعني يا acetic oxide قول لي مستر حراك ما يقدرش يعمل reaction مع الاسد لكن هيعمل reaction مع البيز ما يميز كمان الاسد كل الاسد عندها امكانية ان هي تصليبول في الووتر وتدي اسد شخصيا يعني اسد شخصيا يعني زي ال hsl زي ال h2 صفور ووالاخره ولكن انا يهمني لما ادى الحراك عندنا الوقت element تقدر تصنف لي الاسد بتاعه acetic ولا بيز تقول لي الوقت عندنا مفترض يبقى في عندي قناعة ان في chemical compounds يطلق عليها oxides وكلمة oxides هي element تعمل combine مع الoxygen وهذه oxides قد يكون لها behavior acid مع البيز وهنطلق عليها acidic oxides طب جرب كده لو سمحت لو هدي لك مثلا calcium oxides ده calcium oxides اعتقد وانا متطمن بقول عليه oxides كلمة oxides دي يعني حد معا oxides جرب هياخد calcium oxides ده اعمله reaction مع acid صريح انا شرحت لك من شوية يعني acid صريح acid صريح يعني سواء كان organic او mineral هو عنده H او بينته بالكربوكس هعمله reaction مع بيز صريحة ايه اللي حصل اللي حصل عندنا هلد هيطلع هنا salt calcium chloride مع وطر الله يعني انا لما ضفت acid صريح للكالسيوم oxides طلع salt وطر طب هضيف base صريحة للكالسيوم oxides مش هيحصل reaction بنفس المبدأ ايه بنفس المبدأ تقول بنفس المبدأ عندنا مستر هذا الكالسيوم oxides طالما عمل reaction مع الاسد وطلع salt وطر يبه عنده behavior base بيز فأكيد أكيد حصنفه أو بيزيك oxides بيزيك لأنه عنده behavior البيز oxides لأن في structure بتاعته oxides إذن أنا عندي نوعين من oxides في عندي acidic oxides وعندي basic oxides الbasic oxides هو oxides له behavior البيز مع الاسد والاسد oxides هو oxides له behavior الاسد مع البيز طب ما تجرب كده تعمل configuration الكلسيوم كده لو سمحت أدي argon 18 وأدي 4S carry 2 إيه رأيك في الكالسيوم تقول جميل الكالسيوم مهم للعضم الكالسيوم أقول لك أه بس رأيك فيك نوع الالمنت نوع الالمنت متل أو متل طالما أخر وما كان هيدرجين ولا هيليام أكيد عندنا هو متل يبقى أنا متطمن حصنفه متالك أوكسايد يعني بيزيك أوكسايد طب جرب كده بقى لو سمحت لو أنا هدى الحراكة عندنا إليمينت إكس ودي لك الأتوميك نمبر بتاعته 25 وقول لك ترى الأكسايد بتاع الإكس ده لو عمل لك أو ضفتله أسد وضفتله بيزي يعمل رأيك شن مع مين ويعملش رأيك شن ما عمين تونستر مبدئيا هعمل إلكترونيك كونفيجريشن للإكس الأول بعد ربنا سهل أدي أرجون يتين فور اس كاري 2 وأدي 3D كاري 5 بغض النظر الإلمنت ده اسمه إيه لكن هذا الإلمنت نوع إيه تونستر والله يحضرتك نوع متال طب ما دام هو نوع متال يبقى الأكسايد بتاعه إيه تونستر حراك أكيد الأكسايد بتاعته بيزك تم مدام الأكسايد بتاعه بيزك يبقى البيهيفيار بتاعته هتبقى إيه تونستر البيهيفيار بتاعته هتبقى بيز لو حطط له أسد هيدي سلطوطر ولو حطط له بيز مش هيعمل رأكشن طيب بس في حاجة كده على البيزك أكسايد يا أولاد البيزك كلها لها بيهيفيار البيز مع الأسد البيزيك أكسايد مش ممكن تعمل رأكشن مع البيز لأن هي بيزيك أكسايد أو لها بيهيفيار البيز بس البيزيك أكسايد جربنا نعملها دي لأننا في جزء منها أو بعض منها صليب الفلوطر بيدي بيز وبعض منها ما بيدوب ش خالص فلوطر طيب يعني يا المعلومة دي مهم أقول لك آه طبعا البيزيك أكسايد كمعلومة في جزء منها صليب الفلوطر بيدي بيز وجزء منها إن صليب الفلوطر لكن كل الأسد أكسايد صليب الفلوطر بتدي أسد طب يهمني بقى نمط سؤالي دلوقتي هدى الحركة عندنا ألمنت أولا من الحركة عندنا ألمنت أولا حدودك هل تقدر تكتشف إذا كان بيعمل أكشم مع الأسد ولا يعمل أكشم مع البيز تقولي مستر لو أنا اكتشفت أن هو متال يبقى هو basic oxide لو أنا عرفت أنه هو non-metal يبقى هيكون acidic oxide ولو عرفت أنه basic oxide يبقى له behavioral bees مع الأسد ولو عرفت أنه acidic oxide يبقى له behavioral acid مع البيز طب معلش مستر يعني كل الدنيا كده ماشي ياسيديك اوكسايد بيزيك اوكسايد. قال له حضرتك العلم شايف بعض الاكزامبلز يعني اه حضرتك احنا الوقت عندنا نقدر نقرر من الكونفيجريشن ازا كان متل ولا من ومنه اقدر احدد نوعات الاكزامبلز بتاعته. ولكن في شوية اكزامبلز كده عملت لنا ازمة كبيرة شوية. زي ايه? زي مثلا الاكزامبل دي اولاد. الومينوم اوكسايد. ايه اللي توق ثري. حاجة كده عندنا اعمل الكونفيجريشن للالومينوم. مستر والله لو عملنا الكونفيجريشن. الالومينوم. هيطلع عندنا ادي نيونتين. وادي ثري اس كاري تو. وادي ثري بي كاري وان. اه يعني الالومينوم ده هو متل. فانا متوقع كده انه هو بيزيك اوكسايد. فجربت احط له اسد اللي هو اله انا متطمن ان هي عمل رياكشن. عمل رياكشن. طلع الومينوم كورايد اللي هو سلط. مع اوطر. وبشرح كده بقى للاولاد وبجرب اعمل لهم مع البيز وانا متطمن ان هو مش هيعمل رياكشن. طب ليه متطمن ان هو مش هيعمل رياكشن. ولكن كفان ده ما احنا اتفقنا ما هو متل. يبقى طالما متل. فانا متوقع ان هو اكيد زي ما قلت لك من شوية. هو هيكون بيزيك اوكسايد. ده توقعي. بس خد بالك. انا في جملة دايما بقول لحراك عليها. الطلبة بتاعتنا زيئت منها. يا مستر احنا بنعمل القواعد بعد الدراسة مش قبلها. فعشان كده لازم تتأنى. تتأنى يعني ايه. طولي سر حراك ادي الالومينوم اوكسايد. انت بتقول لي ان هو متل. يعني انا متوقع ان هو بيزيك اوكسايد. فحطط له اسد طلع سلط ووطر. وحطط له بيز. مفروض ما يعملش رياكشن. اللي حصل حصل حاجة غريبة جدا. طلع حاجة اسمها سوديم. ميتا الومينيت. او سوديم الومينيت مع وطر. الله. يعني معنى كده يا مستر. ان هذا الاكسايد. رغم ان هو متل. رغم اللي انا عارف ان هو بيزيك اوكسايد. يعني انا متوقع يعمل رياكشن مع الاسد. ومعملش رياكشن مع البيز. لكن عمر رياكشن مع الاتنين. الله. يعني معنى كده هو بيمتلك بيهيفير البيز مع الاسد. وبيهيفير الاسد مع البيز. اقول لك اه. فالاكسايد ده هنصنفه او هنقول عليه انفوتيريك اوكسايد يعني يا انفوتيريك تقول لي مستر انفوتيريك ده كده متردد يعني ملوش قرار واضح ملوش قرار واضح الاسيديك اوكسايد قراره واضح هو عنده بيهيفير الاسد والبيزيك اوكسايد قراره والبيهيفير بتاعته واضح ولكن في بعض الاوكسايد لها بيهيفير متردد لها بيهيفير الاسد مع البيز ولها بيهيفير البيز مع الاسد طب يا مستر ودي هعرفها منين أقول الله حارتك العلم بقى جمع لك الأنفوتيريك أوكسايد لأ إن الأنفوتيريك أوكسايد ألومينوم أوكسايد رغم إنه هو متال لأ لأنا عندي أنتيموني أوكسايد دول أنفوتيريك أوكسايد وفي عندي كمان تين أوكسايد تين أوكسايد وزينك أوكسايد الله يعني يا مستر الأربعة أوكسايد دول بعد إذنك ما تختبرش هل هم متال ولا أنا متال لا الأربعة أوكسايد دول عندنا أولاد هي أنفوتيريك أكسايد طب بعد حد يقول لي مستر طب ما تشوفوا كده ما يمكن ميتالايد أقول لك يا فندم الميتالايد هي في الأصل نن كلمة ميتالايد هي بهيفير أو سوريا appearance الميتال لكن بهيفير النن فلو سمحت الأنفوتيريك أكسايد هم الأربعة دول ألومنوم أكسايد أنتيمون أكسايد تين أكسايد زينك أكسايد أي حد في الأكسايدز دي هي أنفوتيريك يعني أينفوتيريك تنصر حراكي لها بهيفير الأسد مع البيز ولها بيهيفير البيز مع الاسد بخلاف الاربعة دول لو سمحت تعمل configuration وبعد ما تعمل configuration هتقدر تقيم إذا كان ده acidic oxide ولا basic oxide طبعا الجزئي اللي احنا قلناها دلوقتي عندنا ولاد إن شاء الله تساعدك بدرجة كبيرة جدا اللي هي الـ Oxide سواء basic أو acidic أو انفوتيرك وطبعا احنا بدأناها بجزئية إزاي تتعرف على الاسد عن طريق البيتش فاليو واتكلمنا برضو على معنى كلمة اسد صريح ومعنى كلمة base صريحة دي قصة مهمة جدا أرجوك إقراها كويس على وعد المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله نحاول نحل بعض الأسئلة كده اللي هي إن شاء الله طيس مستويات عليا كده في التفكير بس بعد إذنك ما ينفعش نسأل أسئلة من غير ما أنت تكون متمكن من الحاجات الأصلية سلام عليكم